مبارح بعد ما خلصنا في الشيف اللي هناك اسم الشيف حنة يعني فجاب لنا منتج من المنتجات اللي هما بيعملوها بتتشف ان انت زي مقول لحظاتكو تاني انك انت بتتعامل مع شيف عظيم يعني بتتعامل مع الشيف حنة وزملاء وزملاء وهناك تعامل مع ناس بتحت سألت سؤال مباشر انتوا كل يوم كده قال والله كل يوم كده في بتاع ورقة كده محطوطة اليوم النهارده كذا بكرة كذا بعدك السابت حد 2 3 4 5 كل يوم ماشي بالنظام معين كده ان شاء الله بكرا نبقى النوت لحضراتكم عنها قد الصفحة قدام حضراتكم ونسبة الشكاور اللي فيها احنا الاسبوع اللي فات قصدي واللي قبله كانت تضامن وتكافر وكرامة هي لمسح الدنيا خالص يعني كانت اكتر شكاوة برضو عشان نزول لحضراتكم تاني المشاكل ان شاء الله بإذن الله الاسبوع الجاي هيبقى كل المشاكل محلولة بس مش عايزين نقول مشكلة حالته مشكلة لأ عشان ما حد يش يزعلي يعني ونقول لحضراتكم برضو اللي ما قدمش هيقدم ازاي وان شاء الله بإذن الله برضو تتحل هذا الاسبوع اي حاجة في اي مجال ابعتوهنا واحنا استحال ان احنا نهم الشيء فيه ااخد خبر صوائر كده عشان الوقت برضو من الشكاوى يعني تعارفين انتو ان احنا كبالة دي يعني فقدنا مليون فدان من عشر سنين يعني من عشر سنين لحد النهاردة او من عشر سنين فاتوا فقدنا تقريبا مليون فدان من اجود انواع الارضة الزراحية فعلا النهاردة وصلت نونا شكوى في تعدي صارخ اه صحيح عشر قراليت بس هي ارض زراحية في النهاية اني ناس بنت عليها والناس كنت بتبني في حز الظهر رغم ان فيه قرار صارم من الدولة بمحاكمة كل من يبني على ارض الزراحية الناس دي تحدت الامر وهو الاخر وراحت بني على الارض الزراحية في حوض اسمه حوض المشتهري دي زمام اجهور القبرى طوخ اليوبي بتقع على يعني تم البناء على رعاية الزراعة ومباركة الوحدة المحلية ورغم الاختار بالتعدي لم تتحرك الجهات المعنية في هذا الامر في الوقت ده يعني احنا خدنا الشكوى وعرضناها على المسؤولين قدام حضراتكم ها وبنوا هناجر وبتاع وكده يعني في مواطن تاني قام بالتعدي يعني الاول شن ازن راح هو قام بالتعدي مرة تانية وقامت الوحدة المحلية برضو بحملة ازالة للي هو امبي والمواطن اعترض وعمل محضر وارسل خطام لمركز شرط الطوخ لادراجه ضمن حملة مقبرة الحقيقة بتصنى بالمهندس راجب شحات غني موكيل مزارب الاليوبية الراجل يعني قال ان احنا ايمين بحملة كبيرة جدا في هذا الاطار لازالة تعديات كبيرة على القرارات الزراعية في المنطقة الناس زمانة حضرتك تاني بتبني في عز الضخم وفاهم انه الدولة غافلة لا في موضوع القرارات الزراعية ده الدولة اعتقد يعني وموضوعات كتير اعتقد ان الدولة يعني عينها كبيرة في هذا الاطار لانه خلاص بقى احنا فقدنا كتير من القرارات الزراعية وانفعش ان احنا نفكر كتير منها في هذا الاطار فان شاء الله باذن الله الامر يبقى تحت العناية تحت عناية الدولة وتحت سلطة الدولة ان اي حد تتعديات الزراعية لا لازم يتجاب ويتعاقد لانه بيعمل حاجة الحقيقة مش من المفروض ان لا تتعمل في هذا الاطار فبنشكر الكل القائمين في هذا الامر من الاليوبية